اشتركوا في القناة 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 في العاصمة السعودية اذا ايضا في هذه الجولة من هذا البرنامج سيكون معنا الخبير العقاري الخالد المبيض بعد قليل سينضم الينا من السعودية لكي نتجاذب اطراف الحديث ونتفاكر في ما هي هذا القانون وتأثيراته هذا البرنامج برعاية زين موسيقى اذن جلستنا تتواصل معكم والان فيها نتجاذب اطراف الحديث والرؤى مع ضيوفنا في جلسة اليوم بدءا ننتقل إلى الرياض والسيد خالد المبيض الخبير العقاري سيد خالد مثلا خير أنا شاكد لوجودك معنا دعنا نبدأ بعنوان يحتل مساحات بارزة هذا المساء فيما يتعلق بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء لكن حيثيات الخبر لا تقول كذلك على وجهة دقة ولا تفرض أن الرسوم قد فرضت وتبقى فقط تحديد هذه الرسوم إلى ما ذلك يبدو أن ثمت إجراءات تسبق ربما الاحتماد النهائي لهذا القرار أو كما أنا فهمت كيف تراه؟ بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله أسعد الله مساءك ومساء مشاهدي الكرام الحقيقة هو القرار طبعا للأسف بعض القنوات الكبيرة أعلنت بأنه تم الفرض أو تم فرض الرسوم أو إقرار الرسوم من قبل مجلس الوزراء وهذا أعتقد أنه ليس دقيق كما ورد الخبر في وكات الأباء السعودية وهو المصدر الرسمي في المملكة العربية السعودية أنه تم الموافقة على التوصيات التي رفعت من مجلس الاقتصاد والتنمية لمجلس الوزراء وتم تكليفهم بعمل التوصيات ودراسة ما يلزم بهذا الشأن فأعتقد أننا اليوم أمام حلول كبيرة وتحديات كثيرة وتفاصيل كثيرة يجب أن يتم النظر فيها لكي يتم إقرار الرسوم لأن الهدف من إقرار الرسوم اليوم هو حل أزمة الإسكان وتخفيض الأسعار ومنع الاحتكار نعم وباعتقادي أن هناك صعوبات ستواجه تطبيق الرسوم لا يمكن أن يتم تطبيق الرسوم بكل سهولة هناك كثير من التفاصيل باعتقادي أنا لست ضد تطبيق الرسوم ونست ضد حل أزمة الإسكان ولكن أنا ضد أن يتم تضييق الحل في جانب أو في فكرة معينة الآن جيد أنا أشكر لك هذا التوضيح حقيقي لتوضيح هذا اللفث فيما يلي هذا القرار مجرد قبول توصيات اللجانة الاقتصادية المعنية من قبل مجلس الوزراء ألا يعتبر خطوة إلى الأمام هذه الخطوة لم تحدث في السابق وذكرت قبل قليل وتحدثت عن أن ثمت مشاكل من الممكن أن تعطلت فرض الرسوم مثل ماذا؟ أعتقد أن لا أحد يشكك ولو لأي وهلة برغبة الحكومة الجادة لحل أزمة الإسكان وأنهاء هذه المعاناة نحن نتكلم اليوم على حلول نتكلم اليوم على حزمة من الحلول أعتقد أن ربط الحل في قرار واحد أعتقد هذا سيؤدي إلى الصعوبة في عملية أحيانا التطبيق لأن قرار فرض الرسوم في أراضي البيضاء داخل النضاق العمراني يجب أن يتبعه أيضا قرارات تسهيل تطوير تلك الأراضي البيضاء يعني لا يمكن أن يتم فرض الرسوم وهناك صعوبات في عملية تمويل تطوير البنية التحتية لتلك الأراضي أو صعوبات في عملية الحصول على الاشتراطات والأنظمة الحكومية البلدية في توصيل الخدمات لتلك الأراضي يعني كما يقول الشاعر ألقاه في اليوم مكتوفة ليدين وقال له إياك إياك أن تبتل لكي يصبح هذا القرار فاعلا وأيضا يتم حل أزمة الإسكان بهذا القرار يجب أن يكون هناك أيضا حزمات تشجيعية وهناك أيضا حلول للبعض المصاعب التي تواجه ملاك تلك الأراضي البيضاء لكي تتحول إلى أراضي جاهزة للبناء وتصبح أيضا جزء من العرض هذا باعتقاده فبالتالي يجب أن يأخذ جميع الأمور بجميع أنحاءها لا نريد أن تتحول هذه الأراضي إلى الجمرة المحتلقة التي يرميها كل يرميها ليد الآخر وتصبح هناك مشاكل اقتصادية ولا تحبذ عقباها لا نريد أن تتحول الأراضي داخل النطاق العمراني لأنه لا يضرق عليه نظام الرسوم إلى أراضي مخزن للأموال وبالتالي ترتفع لا نريد أن ترتفع أسعار وحدات القائمة داخل المدر الرئيسية هناك كثير من الأمور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في حال تطبيق الأطلاق نعم سيد خالد فرض رسوم على الأراضي البيضاء كان هذا هو العنوان الأبرز الذي خرجت به ربما كثير من المواقع إلى ما ذلك نحن دائما في سين بساعة عربية نحاول أن نأخذ الخبر من مصادره بتفاصيله كما أتحدث معك الآن الآن في فحو الخبر فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ذكرنا بأن مجلس الوزراء قبل هذه التوصيات التي جاءت من الجهات الاقتصادية وذلك لدراستها وإنزالها إلى أرض الواقع عادة مثل هذا الإجراء في السعودية إلى أي مدى هو يأخذ شكل هذه النهاية التي هي فرض رسوم على الأراضي البيضاء في نهاية الأمر سؤالك جيد أعتقد أنه قد يقرر في النهاية لكننا لا نعرف كيف سيتم إقراره بأي شكل لا نعرف النسبة لا نعرف آلية التقييم لا نعرف ما هي الأراضي التي سيتم احتساب أنها أراضي البيضاء داخل نطاق العمراني هناك كثير من التفاصيل التي يجب أن يتم وضعها بنظام واضح وأيضا معلن لكي يتم تحديد الأراضي البيضاء أعتقد أن مجلس الاقتصادي والتنمية اليوم ليس مجلسا اعتياديا لأنه يضم كوادر وكفاءات كبيرة من داخل المجتمع المجتمع وأيضا مطلعين بشكل كبير جدا نعتقد أنهم بمنأة عن الوضع الحاض القائم الاقتصادي أيضا هناك حقيقة رغبة واضحة من قبل الحكومة لحل أزمة الإسكان وبالتالي أعتقد أنه قد يقرر هذا النظام ولكن أنا متأكد أنه في حالة قراره سيكون بطريقة جدا احترافية وسيكون أيضا ينفع المواطن لأن الدولة ليست هدفها فقط الحصول على الرسوم الدولة غنية ولله الحمد الدولة اليوم هدفها قتل الاحتكار وأيضا تشجيع ملاك هذه الأراضي البيضاء لإدخالها في العرض لكي يتم كبح جماح الأسعار العقارات لكي نغطي الفجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكنية السيد خالد المبيض الخبير العقاري شكرا جزيلا لك على هذا التعقيب حول قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الأراضي البيضاء في المملكة شكرا جزيلا لك أرسل شركة لوسيل لتطمير العقاري ثلاثة عقود لإنشاء حزمة مرافق وأعمال البنية التحتية لمشروع لوسيل بلازا والشارع التجاري والشارع الهلالي بأكثر من ستة مليارات ريال وقال المدير التنفيذي للبنى التحتية في شركة لوسيل للتطمير العقاري إن لوسيل بلازا يعد أكبر مشروع في مدينة لوسيل مشيرا إلى أن تحالف شركة الديار القطرية وباللاد للمقاولات سيقوم بتنفيذ هذا المشروع بعقد قيمته أربعة مليارات ومائة وثلاثين مليون ريال أكد وزير المالية المصر توقعاته بشأن صدور قانون الضريبة المضافة عاقب انتهاء الحوار المجتمع على مشروع القانون مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو توسيع قاعدة الضريبة مع تحفيز الاستثمار وأن الحكومة بدأت بالفعل في تحفيز الاستثمار من خلال خفض التعريفة الجمركية على الآلات والمعدات هذا الخبر الذي أوردناه في صدر هذه الجلسة وتحدثنا فيه عن الضرائب التي من المفترض أن تجري فيها بعض التغيرات في مصر وكنا قد ذكرنا بأننا سنستضيف فيه أحد المختصين معي من القاهرة الآن السيد مهند خالد خبير الضرائب والشريكة التنفيذي بي دي او في القاهرة لمكتب بي دي او دعني أرحب بك معنا أولا في هذا البرنامج ودعنا نتحدث أولا عن الفرق بين ضريبة المبيعات والقيمة المضافة التي من المفترض أن تستعدث الآن مساء الخير أولا الحقيقة حان الوقت أن يصدر قانون جديد خاص بالضريبة القيمة المضافة احنا معنا قانون ضريبة المبيعات في مصر من سنة 91 وأكيد طبعا هذا القانون وجد بعض الثغرات وبعض التشوهات التي كان يشكو منها البعض ويشكو منها بعض المستثمرين والمسجلين والمكلفين في ضريبة المبيعات وبالتالي الحقيقة يعني صدور قانون جديد زي قانون ضريبة القيمة المضافة هي خطوة للأمام كبيرة جدا في مصر هذا القانون من المتوقع أن يضعنا على مستوى عالمي في تطبيق ما يسمى ضريبة المبيعات أو في الدول الأخرى يسمى ضريبة القيمة المضافة من أوجه مختلفة كثيرة نعم ما هي الآثار الاقتصادية في تقديرك المترتبة على هذا التحول واحتمال ضريبة القيمة المضافة في مصر نعم هذا سؤال طيب جدا الحقيقة الناس كثيرة يتوقعون أن هذه الضريبة تكون ضريبة يعني تزود التكلفة على المستهلك أو شيء مثل هذا حقيقة الأمر هذا ليس هو الحال المستهلك الآن يسدد الضريبة على السلع التي يشتريها أو على الخدمات التي قضع ضريبة المبيعات في حقيقة الأمر أنا أرى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سوف تزيد من التنافسية لدى التجار والمصنعين ومؤدين الخدمة لأن تبقى أن القانون الحالي في بعض الخدمات وبعض السلع التي لا يسمح لها خصم ضريبة المبيعات على المدخلات في تطبيق ضريبة القانون ضريبة القيمة المضافة آسف هذه من الأمور التي سوف تزال وبالتالي تقلل التكلفة عند التاجر أو عند المصنع وبالتالي توجد تنافسية أكبر لدى المستهلك ويقدر أن يشتري البضاعة أو السلع أو الخدمة بصورة فيها تنافسية أعلى نعم جيد هناك اتجاه أيضا لتخفيض الضرائب فيما يتعلق بالسلع الرأسي مالية من 10% حاليا إلى 5% أيضا مع إمكانية ردها بالكامل في حال تقديم إقرار ضريبي أيضا ما تأثيرات مثل هذه التوجهات الجديدة في الضرائب الحقيقة أنا لم يلمع العلمي بعد تخفيض الضريبة على السلع الرأسي مالية أعتقد حضرتك تقصد ضريبة المبيعات على السلع الرأسي مالية نعم نحن نتحدث في هذا الإطار في إطار ضريبة المبيعات نعم نعم صدر بالفعل قانون في حوالي من أسبوع أو أكثر بحيث أن الشركات التي سوف يتم تأسسها تحت قانون الاستثمار سوف تتمتع بتخفيض على ضريبة المبيعات على السلع الرأسي المالية يعني عندما يشتري معدات للتصنيع فسوف يتمتع بتخفيض على ضريبة المبيعات من 10% إلى 5% وبالإضافة إلى تخفيض في التعريف الجمركية من 5% إلى 2% نعم الآن دعني أتحدث عن المنظومة الضريبية في مصر بشكل كامل خاصة بعد قمة المستقبل قمة شرم الشيخ والتي فتحت الباب ربما لمصر في كثير من الاستثمارات إلى أي مدى هي تشكل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات والاستمرارية فيها في تقديرك سيد مهند العقيد هذا شيء طيب جدا لأنه أولا أننا لدينا حكومة تسمع للمجتمع الأعمال وتسمع لما يواجه مجتمع الأعمال لو نتذكر جميعا ارتفعت الضريبة أنا بتكلم على ضريبة الدخل ضريبة الدخل ارتفعت بعد الثورة الأولى إلى 25% وبعد الثورة الثانية تم إضافة ضريبة إضافية مؤقتة 5% على الأرباح التي ستزيد عن مليون جنيه سنوية ولكن كان هناك بعض التحفزات في مجتمع الأعمال على هذه الضريبة المرتفعة ونحن كنا من الذين اقترحوا تخفيض الضريبة قبل المؤتمر وبالفعل سمعت الحكومة لهذه الاختراحات وكلنا سمعنا أن قبل المؤتمر بيومين تم تخفيض الضريبة على الدخل حتى يكون حد أقصى 22.5% وكمان إن شاء الله سوف يتم تثبتها لعدة سنوات ويقال أنها سوف تكون سبتة هذه الضريبة لعشر سنوات وهذا من القليل جدا ما تجده في أي دولة من الدول أن يتم تثبيت الضريبة على الدخل لعدة سنوات هذا يدل على أن البلد وعلى أن الدولة وأن الحكومة مصر على جذب الاستثمار وعلى أن تعطي طمأنينة أعلى للمستثمر الذي سوف يستثمر في دولتنا الجمهورية النصر العربية نعم تقسيم المجتمع إلى 10% من حيث الدخل وهؤلاء الذين سيتحملون العباء الأكبر وأقل من ذلك بمعنى أقل من 10% يمكن 5% وهو من الممكن أن يتم حتى إحفائهم يعني كيف ترى ذلك وإمكانية هذه التصنيف لأي مدى من الممكن أن تكون فيها سهولة أو تعقيد ربما وهذا توجه ساعتك تقصد ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين نعم هناك توجه لفرضها حسب المقدرات وحسب الدخل للفرض هذا موجود بالفعل هذا موجود حاليا في القانون الحالي ولا يوجد أي مؤشرات لتعديل هذا لأن لأن تقريبا اليوم من يتحصل على 1200 جنيه شهريا لا يدفع أي ضريبة وبالتالي هذا موجود ومن المؤشرات أنه سوف يستمر ويستمر لمدة أكبر بل بالعكس من الممكن أن يؤخذ في الاعتبار في المستقبل نسبة تضخم على هذه الإعفاءات جيد أنا أشكرك من ضيفي من القاهرة سيد بوهند خالد خبير الضرائب وشركة تنفيذي لمكتب بي دي او شكرا جزيلا لك بعد الفاصل في هذه الجولة ارتفاع مبيعات الرجل الآلي للأغراض الصناعية خلال 2014 بنسبة 27%